أزمة نينوى تتفاعل بعد استمرار مقاطعة كتلة نينوى الموحدة لجلسات مجلس المحافظة ورفض العودة إلا بعد العدول عن القرار الأخير لمجلس المحافظة وزاد عليه بإعفاء رئيس المجلس ونائبه إلى أين يمضي مصير هذه الأزمة؟ مساء الخير تحيي لكم ولمشاهدين قناة التأخير طمع كما ذكر مراسلكم الأخ محمود الجماس جلسة يوم الثنين سبعة الرابع عشر لمجلس محافظة نينوى وكان مخصص كما تم تبليغ أعضاء المجلس أولا عرض موضوع انتخاب روساء وزادة الإدارية قائمة خام شنقال وتلكيف وتلعف فرض هذا أربع نواحي ففي رسالة أخرى الحاكم بجدول الأعمال إضافة ناحية النمروت لم تكتب سهوا يعني هذا ما أبلغ به من رئاسة مجلس محافظة نينوى هناك إعلان من قبل نائب رئيس مجلس محافظة نينوى الحقوق في محمد عبدالله الجبوري يوم ثلاثين خمسة إعلان إشارة الأمر الإداري اللي شكل بها رئيس مجلس محافظة نينوى بتشكيل لجنة السيد محمد الجبوري الرئيس لهذه اللجنة هو أعضاء من كتل مختلفة مجرد كانت الأمر الإداري حبرا على ورق لاختيار قضاء تلكيف شاغر تلعفر ربيعة كنواحي محلبية الشورى بعشيقة هذا كتاب واضح وصريح بأن عرض سيفيات لمرشحين مقدمين لقائم مقام تلعفر وتلكيف إضافة لأربع نواحي تخصيص الجلسة لعرض سيفي المرشحين طبعا قانون 21 واضح وصريح هناك تسعة شروط للمتقدم لمنصب قائم مقام أو مدير النحية حال حال عضو مجلس المحافظة أن يرسل الأسماء إلى هيئة المسالة وعدالة وزارة التعليم العالي يجب أن يكون خرج بكاليليوس أن يرسل أيضا إلى المحكمة إلى استئناف لغرض معرفة هل لديه سوابق هل لديه محكوم إضافة إلى ذلك خط الخدمة يجب أن يكون عشر السنوات الفرق مع بين المحافظة ونائبها أن يكون لديه خبرة عشر السنوات لكن ألزم قانون 21 أن يكون لديه خدمة عشر السنوات مجلس المحافظة لم يتبع أي من المواد والفقرات في قانون 21 المعدل لسنة 2008 ذهب إلى عقوبة جماعية لأكثر من سبع قائمة قامين و14 أو 15 من مدرأ النواحي السؤال أخي الكريم هل يوجد في القانون العراقي عقوبة جماعية؟ هل اتبع عن مجلس محافظة نينو السياقات القانونية باستجواب إعفاء أو إيقالة مدير الناحية أو قائمة قائمة هناك أربع فقرات ذكرى القانون هذا الفيما العام التخصير المتعمد النزاهة كل هذه النقاط لذكرى القانون لم يتخذ مجلس المحافظة الفقرات القانونية في قانون 21 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القانون